بهذا الفيديو راح نحتي عن الكلوجرز الكلوجرز في لغة البايثون طبعا هي ايضا مو خاصة بلغة البايثون هذا المفهوم موجود ايضا في لغات اخرى من الجاو سكريب وغيرها الكلوجرز هي فت كلمة جاية من فعل اللي هو الاغلاق فصعب انه نترجمها بالعربي نقول مثلا الدوال المغلقة او المجال المغلق هو يسموه كلوجر حسا راح نفتهم ليش سموها كلوجر بس هذا الفيديو يعتمد بصورة اساسية على الفيديو السابق بالفيديو السابق انه احنا حتشينا عن الدوال المتداخلة النستد فانكشنز انه شفنا احنا بالبايثون نقدر نبني فانكشن بداخل فانكشن وكذلك حتشينا وشرحنا الاسكوب من يكون اني عندي لوكال اسكوب وعندي جلوبال اسكوب وايضا من تكون عندي فانكشن داخلية راح يكون الاسكوب الخاص بيها وايضا حتشينا بالفيديو السابق انه قلنا البايثون نتعامل الفنكشنز كأوجيكتز وهذا معناته انه بما انه الفنكشن أوبجيكت معناته اقدر انه هاني ارسلها الى فنكشن ثانية وهي عملية ارسال فنكشن الى فنكشن يعني كثرامتر هذي يسموها هاي أوردر فنكشن رح نحكي عليها بعدين فايضا مو بس انه نقدر نرسل فنكشن الى فنكشن كثرامتر ممكن نحن نسوي return لفنكشن من فنكشن ثانية اللي هو هذا رح نشوفه هسه في موضوع الكلوجر خلي نقرأ هذي الفقرة بالكلوجر وناخذ المثال وبعدين ولم ناخذ المثال ونشرحها نرجع نقراها حتى نفتهم الفكرة يقول الكلوجر هي عبارة عن inner function اذا انا عندي بالكلوجر لازم اكون استد مادام دا يقول inner اذا هي دالة موجودة بداخل دالة اخرى act as a closure تتصرف ككلوجر this is a function that is dynamically generated by another function and can both change and remember the value of variables that we created outside the function هسه خلي نجي على المثال ونطبق المثال حتى نفتهم هذا الكلام شنو خلي نجي على البيشارب ونكتب هذا المثال انه انا عندي دالة خل اسميها outer وهذا الاسم انا من عندي يعني انا سميتها outer اقدر اسميها اي شيء هذه الفنكشن طبعا هي السحالية الموجودة بالجلوبال سكوب لانه هذا اكتبها بالملف الملف هو هذا عبارة عن جلوبال سكوب فعندي مثلا متغير هنانا اسمه saying او هذا نقدر نقول عليه object بما انه كل شيء بالبيثون هو عبارة عن object هذا رح يكون نوعه string مثلا رح اخلي بي فد كلمة لا على التعيين هذا المثال طبعا موجود بالكتاب اللي انا معتمدة في هذه الفيديوهات اخبته وعدلت عليه شوية بداخل هذه الفنكشن الاوتر اكو فنكشن ثانية اذا اكو عندي نستنج لانه اول شروطه انه لازم اكو فنكشن داخلية واكو فنكشن خارجية من نجي نعرف هذه الفنكشن رح سسميها inner ايضا هذا الاسم من عندي انا اسميتها inner وهذه الفنكشن اللي موجودة بداخل الاوتر بها return او خلي خلي فد متغير مثلا مسج هذا المسج رح ينطيني دمج بين عبارتين كونكاتينيشن فد عبارة مكتوب we are the knights that we are the knights who say nay او hey صرفة string كاملة تندمج وتنخزين بهذا المسج زين الفكرة هي مو هذي العبارة الفكرة انه بهذا variable saying وهذا variable message شون رح هذي الفنكشن سوي اكسس عليه و رح نشوف هذا الكلام بالclosure شون ايضا من شروط الclosure انه هذي خلصت هذي inner فنكشن خلصت طبعا هذا بس سوي return للمسج اوكي بس انتهت هذي الفنكشن الداخلية الفنكشن الخارجية ايضا بها return بس المن رح سوي return رح سوي return الى اسم الفنكشن الداخلي return inner وهذا هو ما يميز الclosure رح سوي return لل inner اللي هو اسمها طبعا بدون الاقواس لان اذا خليت الاقواس رح انفذه اذا خليت الاقواس رح انفذه انا لاني ما لدي انفذه اريد ارجع باسمها حتى تحقق شروط الclosure وراح نشوف شو رح تصرف في python وشلو الفائدة من هذا الكلام هس اني كل اللي سويت عرفت هذه كل الكود اللي موجود بداخله هذه هي function outer هذه function الداخلية اللي هي inner اذا عندي two nested functions وحدة داخلية وحدة خارجية هذا المسج هو عبارة عن local variable موجود ضمن scope ما هذه function يعني هذا المسج رح يتولد بالذاكرة وينمسح من تتنفذ هذه function الداخلية هذا object او المتغير اللي هو string موجود بالscope ما outer موجود بالscope ما outer هذا شو كت رح ينخلق بالذاكرة من استدعي outer وين تهي عمل outer رح هذا ينحذف من الذاكرة هذا local variable بالنسبة للأوتر هذا local variable بالنسبة للإنر وهذا الحكي احنا شفنا وشفنا انه اذا اجي عرف هنا اقول x يساوي واحد مثلا هذا الـ x بعد سمينا global variable هذا بعد يكون موجود ما دام البرنامج ما تشغال يكون موجود بالذاكرة من توقف عمل البرنامج راح ينمسح عندك من الذاكرة هذا الكلام قلنا وحجينا في الفيديو السابق اللي هو global scope local scope وإلى آخر يسا هنال شرح نستفاد من هذا الكلام هنال انه انا عندي شنو عدنا هذي اللي هي اول شرط closure انه عندي function داخلية والفنكشن الخارجية راح ترجع باسم ال function الداخلية هس انا شنو راح اجي هنا عرف اكس واي اي شي هذا راح استدعي به الدالة الاؤتر راح اقول هنا الاوتر استدعيها تمام من راح استدعيها شرح يصير راح تشتغل هذه الدالة الاؤتر راح يصير الى مكان بالذاكرة وراح يخزن به هذه العبارة هذه الجملة ما راح تتنفذ شو كنت تتنفذ هذه هذا هو تعريف يعني هذه الانر ما راح تشتغل الا استدعيها واني هنا ما استدعيت الانر استدعيت الاوتر كذلك هنا هنا انا ما استدعيت الانر وانما سويت return باسمها خلنت خيل انه اسمها راح يمثل فدع عنوان موجود بالذاكرة زيان اذا هاي الجملة الاوتر شو نفذت لي نفذت لي هذا سوت بالذاكرة اسمه وخلت به هذه الواليو بعدها اجت قرأت هذا الانر بالذاكرة كدالة بس ما نفذت ها ما سوت لها execute ورجعت باسم الانر او عنوان بالذاكرة رجعت الى مكان الاستدعاء فاذا هذا الفنك راح يكون مخزون بداخله عنوان الانر لان انا قلت return الانر راح يرجع الانر وين يخزن بالفنك وان اذا فنك وان راح يصير شنو يمثل الدالة الداخلية ليش هذا الكلام لانه انت هنا ما تقدر تستدعي الدالة الداخلية يعني اذا جيت قلت على الانر قلت inner ارد اشغل الانر و جيت نفذت راح يطلع لي هنا يقول لي انر ما معرف شنو انر اقول لم انا اشوف لان هذه الانر على global scope وهنا الانر موجودة بداخل دالة فانت مستدعي دالة داخلية بال global scope اوكي فشلون نستدعيها انه انا شنو اسوي اعرف فد object و اخلي ب استدعاء الouter اقدر استدعي ليش اقدر استدعي الouter على global scope اقدر استدعي اخلي ترجع لي عنوان الانر او reference للانر وبالتالي هذا رح يمثل الانر فهس انا اقدر استدعي الانر function عن طريق هذا object اللي هو راح يمثله فاذا جئت هنا انا قلت print func one خليت اقواس الانر لان هذا راح يمثل الانر فاني لازم اخلي هاي الانر اقواس حتى اقول انه هذا هو استدعاء element استدعاء الى دالة الانر هذا استدعاء الى الدالة الداخلية انا ما قدر استدعيها بطريقة مباشرة فسويت دالة خارجية رجع لي عنوانها closure وهذا الابجكت اللي صار هو function هس انا قدرت انفذه قدرت انفذه الانفذ الانفذ اللي موجود بداخل الاؤتر من global scope زيان اذا انفذ راح تطلع للعبارة we are the knights who say nay اذا هذي تنفذت ودمجتها وهذا السينج اللي موجود بالسكوب اللي خاص بالدالة الاوتر زيان اوكي الهن انا تمام اذا اول شي انه 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 عندي دوال اثنين واحدة داخلية وحدة خارجية اريد استدعي الدالة الداخلية صورة مباشرة بالغلوبالسكوب ما اقدر ما يصير فاذا انا احتاج ارجع اسم الدالة الداخلية الى فت object هذا الابجكت راح يصير عبارة عن function حسا اذا قلت هنا اذا استخدمت دالة type حتى اشوف هذا شنو الفنك 1 اللي عرفته شنو type مات اذا اسوي run راح يقول لي هو تابع للclass function لماذا تابعي class function لان هذه الدالة هي راح ترجع لي function اذا احنا function عملناها معاملة الابجكت ونقدر نسوي لها return لماذا سويت هذا الكلام لان انا اقدر بالغلوبالسكوب انفذ الفنك الداخلية فاحتاج دالة خارجية ترجع لياها الى مكان الاستدعاء وهذا سيصير هو function فهذا سيكون كأن ما فإذا نرجع الكلام يقول inner function acts as a closure a function that is dynamiically generated by another function inner function منو سوالها generate outer function both change and remember the values of the variables that we created outside the function هنان شنو هذا الكلام يقول هنان الدوالة اثنين اثنين يعني outer هذا variable اللي موجود بداخلها هي تقدر تستوي لها access وقدر تغير وتعدد لأنه هو على الاسكوب مالت الانر الداخل اللي ايضا تقدر توصل الى السهيم وتقدر تعدد لأنه حتى لو اذا كان موجود بخارج معرفي احنا خارج هذه الدالة بالذاكرة شراح يصير هذا الكلام كلش مهم انه احنا بالذاكرة خلي نتخيل انه هذا المربع هو المستطيل الاسود هو global scope بال global scope اني اللي عندي هي الدالة ذاكرة اللي هو local scope مع outer function شنو عرفت عرفت هذا الابجكت اللي هو saying وخليت به value منو هذه name هذه string هذا الابجكت شوقت راح يعني يتكون بالذاكرة من تستدعي الاؤتر انت هنا معرفها من يوصل الكمبيلر او الانتربرتر الى هذا السطر يستدعي الاؤتر يجي يوصل هنا يقول لك انت عندك object saying نوع string اروح اعمل الكياب بالذاكرة بالاسكوب ما المن ما للأوتر مو بالغلوبال اسكوب وايضا شنو انا معرف داخل الاؤتر معرف دالة ثانية اللي هي inner هي ايضا عبارة عن object فان function هي عبارة object ف سيعرف ها شوقت يعرف الانر من يستدعي الاؤتر زيان اوكي هاي الانر هي ايضا عبارة عن function فايضا لها scope خاص بها فهنا الاسكوب الداخلي ما للانر هذي هي الانر نقدر بداخل نعرف متغيرات داخل الانر عرف نحن message رح يكون هنا مكانه هو local بالنسبة للانر اوكي الفكرة مين الفكرة انه انت تقدر هذه الانر سوي access على saying لان هنا سويت saying سويت access هنا saying بالدالة الداخلية سويت access اخذت value ماتة وخليت هنا وطبعت ها يعني سويت return حتى اطبعها هنا زيان الفكرة انه احنا هذا المسج يعني شغل عمل الانتر 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 ماتيكيا شي سوي هذا المسج موجود بهذه الدالة هذه الدالة تنفذ وتكمل هذا المسج المفروض ينمسح هذه المسج مفروض من استدعيتها خلاص استدعاها بهذا السطر اذا المفروض المفروض تمسح الوكال variables مالتها لانه هذا تعريف الوكال variable الوكال variable يتكون بالذاكرة اثناء استدعائك للدالة والدالة اثناء تنفيذها من خلاص تنفيذ الدالة انت سويت return هنا خلاص المفروض هذا ينلغي من الذاكرة هذا الطبيعي بس بالكلوجر هنا الكلام لا بالكلوجر شي يقولون يقولون ما دام انت بالدالة الداخلية مسوي على متغير لوكال هذا الوكال ما رح ينمسح رح يبقى موجود ليش لانه الدالة الداخلية معتمدة عليها تريد تأخذ الفاليو مات فما رح يمسح لك هذا شي يسموه free variable free variable تمام هذا يسموه الى اسم خاص free variable شنو free variable free variable هو الدالة الداخلية تسوي عليه access وهو عبارة عن local variable المفروض هو ينمسح بعد ما ننتهي من استدعاء الاوتر بس بهاي الطريقة بالكلوجر ما رح ينمسح لانه هذه الدالة محتمدة عليه فكأنما اكفت memory او فالذاكرة كأنما هذه الدالة الداخلية رح تتذكر هذا saying شنو قيمته حتى لو انه فرضنا انه انمسح ك local variable فهنا من نجي نتبع البرنامج مرة ثانية هنا من اجيت البرنامج رح يشتغل منه هذا مجرد تعريف للفنكشن هذا تعريف ما رح يشتغل إلا استلعي هاي فالبرنامج رح يبدو العرف لي object هذا object شنو نوعه ينتظر هذه الدالة يترجع له حتى يتحدد نوعه شغل هذه الدالة اجيت هنا عرف saying بالذاكرة وانطاه هذه value إذن saying string هذه الدالة ما رح تشتغل عرف هو بس ما رح تتنفذ ما يصير الـ الـ وين ننخزن ننخزن بهذا إذن هذا صار نوعه function لان رجعت ل function هسه من جيت هنا استخدمت هسه هنا بهذا السطر من يكمل outer خلصة المفروض المفروض local variables ينمسح بس هنا ما دام هذه function الـ مرتبط به فصار هو عبارة عن free variable فراح تتذكر value ممكن استوي عليه access حتى لو فهنا من جيت عملت بهذه function شغلت ها ستشتغل هذه ستشتغل هذه سيسوي لي message والsaying يتذكر حتى لو الاسكوب لا تنتهى بهذا الاستدعاء سيذكر value مات ويسوي لها damage وهذه string ويسوي return سترجع لي string كاملة سترجع هنا print ستطبعها مثل ما رأي قبل شوية فمن أجي أنفذ ستشتغل عندي الذاكرة كل الكلام بهذا الـ variable الذي يحمل هذه value هذا الـ variable حسب الحشي طبيعي مال function المفروض يكون انحذف لأنه scope مال outer انتهى هنا بعد أنا لا استخدم outer يعني وراء هذا السطر المفروض outer متغيرات الـ local انحذف بس بما أنه لدي closure بما أنه لدي function داخلية مرتبطة أو تسوي access علي تريد تقراء أو تريد تعدل تغير قيمته إذن هو مرح ينحدث بالـ local scope كأنما يصير إلى مجال آخر فهذا يسموه free variable من نقرأ الكلام الموجود هنا شي good يقول the outer function اللي هي هذه will return a reference of a function object inner هذا الرتير مع outer رح ترجع لي reference تمام it will be assigned to the FUN1 object هذا reference رح يصير assignment إلى هذا object إذن هذا object رح يصير عبارة عن function the inner function will remember the object same inner function هذه رح تذكر هذا حتى لو انتهي الاسكوب ماته وانمسح من الذاكرة رح تذكر فهذا معناتها من يقولون أن closure بها نوع من أنواع الميموري طبعا هو مو إلا متغير واحد مجز متغيرات كلها أريد أتذكرها وأتعامل معها فهذه الفكرة يسموها state حالة الدالة فهي تذكر حالة الدالة وهذا state فد أيضا موضوع العلاقة بالobject oriented رح نوصل لبعدين فإذن أنه رح يصير عندي inner function رح تذكر saying تذكر القيامات تقدر توصل إلى and can't change it مو بس توصل لها تقدر when the outer function is finished executing هذا الكلام أنه حتى لو أنه outer انتهت وخلصت execute مالتها رجعت لي الرفرنس إلى هذا المكان المفروض تنمسح variables مالتها local بس لا بما أنه inner function عندي وهي closure رح تذكر الـ object اللي أنا معرفها بالـ outer function حتى لو كان the scope مالتها المفروض يكون منتهي the object saying هذا object saying is called free variable مثل ما قلنا هذا يسموه free variable لماذا؟ لأنه لأنه أكو دالة داخلية مرتبطة بي زين the closure is a function with extended scope يعني المجال مال هذا السيئين كأنه مصار إلى توسعة يعني هو المهروض ينمسح من انتهاء استدعاء الأوتر بس لا بما أنه هذه الـ function مرتبطة بي كأنه ما توسع المجال المادة يعني نطيناه مجال أكثر that contain free variable إذن closure هي function اللي نسوي extend للسكوب مع free variables اللي موجودة في الدالة الخارجية a closure closes over the free variable كأنه تغلق على هذن free variable على المجال مالتهم from their environment ما تخليهم يعني كأنما local variable ينمسح وتماتيكيا المضروض بس closure كأنه تغلق على هذن free variable وتوسع المجال مادة فمن هذن الكلمة closes over the free variable هذا التصرف من هذن نسموها closure من هذا الفعل اللي هو معناته close أو إغلاق مادة خلينا نأخذ مثال آخر حتى نشوف أنه شون راح تتذكر هذا المتغير الذاكرة شون راح تتعامل مع المتغير وتكمل عليه خلينا نأخذ مثال حتى توضح الصورة أكثر مثلا عندي عداد counter راح سأسمي counter one راح دزل counter قيمة ابتدائية راح سأسمي start متغير انتجر احتي هذه الدالة بداخلها داخلية اللي هي inner function راح سأسميها inc increment يعني زيادة وراح نطيها متغير أيضا step اللي هو راح يكون انتجر راح نطي default value اللي هي واحد يعني إذا ما دزيت لشي راح يأخذ واحد إذا زيت لفت رقم راح يعتمد هذا الرقم هذا موضوع default argument اللي حتش هنا بفيديوهات هذا start اللي هو non-local بالنسبة لك non-local start يعني هذا اللي موجود يعني اللي استلمت انت بداخل الظاوتر أريد شو تسوي لي أريد الزايدة start الزايدة بمقدار step اللي هي راح تكون إما واحد أو أنا أحددها بعدين عن طريق ال crawling أريد الزايدة هو counter وأريد بعدين الطبعة أريد الطبعة لل start شروط الclosure أنه لازم نرجع بال inc اللي هي هذي طبعا هذي اللي هي الclosure لأنه شروط الclosure لسه بعدين راح أكتب مثال لأخ أنه شوف هي مو closure ما راح تتذكر قيمة البرية هسه هذي هي closure إذا كتبنا هي تعتبر closure ليا شو تعتبر closure لأن عندك دالة هارجية داخل رجعت باسم الدالة رجعت ب reference ما للدالة هذي الدالة راح تتذكر الstart راح يصير الهم مماري راح تتذكر هذا الstart وشغل كانت الvalue ماتة في كل استدعاء وتكمل على الزيادة يعني إذا جيت نفس الفكرة جيت عرفت هذا وقيت لي يلا شغلي دالة الكاونتر شغلي دالة الكاونتر دالة الكاونتر لازم لي كاونتر وان اسم عدها start اريد تبديلي من الواحد تمام خلاص هذا السطر راح يشغل دالة الكاونتر وينتهي الاسكوب مال الكاونتر المفروض start شي صير بي المفروض start ينمسح بعد لأنه local variable بالنسبة الكاونتر فرح ترجع لي بقيمة inc اللي هي هذه local اللي هي function الداخلية رح تنخزي لنا إذن هذا سيأشر عليها من رح يأشر كأنه ما على هذه function فأقدر استدعي function الداخلية من هذا object اللي هو عبارة عن function مثل ما شفتنا قبل شوية نفس الكنال فإذا جيت get func 1 طبعا ما سأخلي بل print داخل print فلا يأخلي print إذا نفس صار 2 لماذا طبعا 2 لأن زيت 1 و أخذ 2 إذا أستدعي ها مرة ثانية func المفروض إذا لا ذا إذا لا ذا هذا استدعاء ثاني مفروض يستدعي ها أيضا start يعني راح يعتمد على هذا counter 1 مو بديت و step 1 فالمفروض أيضا يطبع 2 بينما هنا الآن ينفذ راح يطبع 2 3 هاي 300 جابها لأنه اتذكر start بالخطوة قبلها أنا سويت 2 إذا استدعي مرة ثانية راح يصير عدي راح يصير عدي 4 فهاي هي عملية التذكر أنه يحافظ على state ما الدالة أنه أنا عندي متغير start صح بديتاب 1 هاي الدالة سويت 2 هاي الدالة سويت 3 يعني وهذه الدالة سويت 4 بينما هو عبارة عن local variable المفروض ينحذف من الذاكرة ويرجع يصفر يعني يرجع من الصفر يبدئ هاي هي تتصرف إذا ردنا نشتغل يعني الشغل الطبيعي حتى نشوف إذا سويت هنا دالة ثانية اللي كونتر نفس الفكرة كونتر كونتر حتى نشوف الفرق بين الطريقتين أيضا راح أدزل ها start أوكي وبداخلها راح أخلي أيضا دالة داخلية inc وهنا أنا أجي أقول step 1 إذا ما رزيت step أيضا سوي لي إشارة إلى non-local start حتى نسوي access عليه وأريدك إزا start زا مقدار step اللي آني عددها واحد في الخطوة السابقة بعدين أريد تطبع start هذا اللي حددنا نفس الكلام ما لك مشكلة هنا ما راح أقول return لأن سويت return راح صور closure يعني return inc راح نفذ الدالة الداخلية أقول نفذ لها هي نفذ هي الأقواس معناته هذه كونتر ما ستسوي معناته راح تعرف دالة داخلية بعدين نفذ ها شغلها فإذا استدعيت هذه الدالة ستشتغل الدالة الداخلية هنا فهنا أنا ما عندي return إلى Fed reference وما عندي object function فهنا مباشرة أنا أقول إذا لتشغل هذه الدالة لها counter 2 راح أقول counter counter 2 وابديلي من الواحد فمن راح أجي هنا نفذ راح يطلع 2 إذا استدعيها مرة ثانية سوري إذا استدعيها مرة ثانية أيضا راح يطلع ثانية استدعيها مرة ثالثة أيضا راح يطلع ثانية فما كو ذاكرة كل استدعاء داي يرجع من جديد يصفر ويرجين الواحد ويزيد الستار ما راح يحتفظ بالذاكرة بينما الطريقة الأولى لا شفنا أنه كل الاستدعاء يتذكر الاستدعاء القبل ويزيد على الاستدعاء القبل فهذا المفهوم أنه كأنما تتحافظ على الستيت يتذكر الاستدعاء القبل هذا المفهوم هو يسمو Closure هذه الدال الاعتيادية اللي نعرفها الـ Local Variable يمسح ويدي من جديد يحسب وينطيق الزيادة هذه الدال اللي يسموها Closure لأنه تذكر الـ Local Variable ويسوي Extend للـ Scope ونرجع لهذه الحكاية الموجودة أنه هنا يقول Closure closes over the three variables from their environment